ما إن وصلت ميليشيا الحوثي إلى مدينة الحزم بمحافظة الجوف حتى وجد السكان المدنيون أنفسهم نازحين في طريقهم إلى المخيمات وهو النزوح الثاني لغالبية السكان الذين كانوا قد أعادوا توطين أنفسهم في الحزم وبدأوا تدريجياً في تطبيع حياتهم هناك مدينة مأرب التي تحولت خلال السنوات القليلة الماضية من مدينة مهملة ونائية إلى تجمع سكاني شديد الازدحام صارت تحوي أكثر من ثمانين مخيماً وتجمعاً للنازحين وكانت هي الوجهة الوحيدة للنازحين الجدد خلال موجتي النزوح التي تسببت بها سيطرة ميليشيا الحوثي على المناطق التي كانوا قد لجأوا إليها في نزوحهم السابق وبعد أقل من شهر على استقبال محافظة مأرب لأكثر من خمسة آلاف أسرة نزحت من مخيم الخانق شرق محافظة صنعاء وهو أكبر مخيم نازحين في الجمهورية تستقبل مأرب مرة أخرى موجة جديدة لمدنيين نزحوا من مدينة الحزم بمحافظة الجوف بعد سيطرة ميليشيا الحوثي عليها ويقدر المكتب التنفيذي لإدارة مخيمات النازحين في محافظة الجوف عدد النازحين بين خمسة عشر إلى ثمانية عشر ألف أسرة وأمام هذه الأعداد الهائلة من النازحين وما يحتاجون إليه من إيواء وتغذية تكف الجهات المعنية مكتوفة الأيدي إلا من معونات يمكن وصفها بالرمزية حيث نصبت منظمة محلية قرابة مئة خيمة في منطقة الميل بينما يستمر المكتب التنفيذي لإدارة مخيمات النازحين في توجيه الاستغاثات للمنظمات المعنية بالإغاثة في وقت سابق كان الملف الإنساني هو السبب وراء جهود الأمم المتحدة لإيقاف عملية عسكرية كانت تهدف لإخراج الحديدة من يد ميليشيا الحوثي لكن الأمم المتحدة لم تعود تشعر بآلام المدنيين حين أصبح السلاح الذي يستهدفهم هو سلاح ميليشيا الحوثي إذ ساد صمت مريب من جانب المنظمات الإنسانية والمجتمع الدولي وكأن الأزمات الإنسانية التي تثير قلق الأمم المتحدة هي تلك التي ترتبط بخسارة محتملة لميليشيا الحوثي لا غير